ما هو المراد من عدم الافتراق أعزائي حتى أيضا واقعا لا أحتاج إلى أن أطيل على الأعزاء في كتابي جواهر العقدين في فضل الشرفين شرف العلم الجلي والنسب النبوي للإمام الثمهودي المتوفى 911 من الهجرة دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطى منشورات محمد علي بيغون في الصفحة 244 التفتوا أعزائي ماذا يقول ما هو مضمون عدم الافتراق التفتوا مو مضمون كتاب الله وعترتي دلالة عدم الافتراق هذا المقطع ماذا يدل يقول إن ذلك في صفحة 244 إن ذلك يفهم هذا المقطع يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك من أهل البيت والإطرة الطاهرة في كل زمان إلى قيام الساعة يعني يثبت المهدوية الآن أنا ما أريد أتكلم بالعناوين المهم واضح كلام الحق معك أنا أقول استفادة في محلها أنا أريد أكون مع نص العبارة مع واقعا مر العبارة كما يقول أهل الإصطلاح العبارة تقول أن الحديث عندما قال لن يفترقا إذن كما أن القرآن محفوظ بين الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها من لا يفارقه لابد أن يكون بجنبه بجنبه فإذا ارتفعا لازم ماذا الافتراق هذا أعيد العبارة أعزائي احفظوها يقول إن ذلك يفهم وجود من يكون أهلا ليس للمحبة لماذا؟ للتمسك للتمسك والاعتصام واعتصموا بحبل الله للتمسك من أهل البيت والعترة التفتولي لأن عنوان أهل البيت قد يقال أنه يشمل النساء أما العترة بعد على الاتفاق لا يشمل ماذا؟ نساء النبي والعترة الطاهرة إشارة إلى آية التطهير في كل زمان وجدوا فيه إلى قيام الساعة حتى يتوجه الحس المذكور إلى التمسك به يقول حتى يصح أنه تمسك وإلا إذا لم يكن واحد من العترة الطاهرة موجود بمن نتمسك يحصل افتراء ما إن تمسكتم بهما ما إن تمسكتم به أو ما إن تمسكتم بها أو بأحدهما أحسنتم ما إن تمسكتم بهما ولذا الأصل أعزائي القرآن والعترة لا القرآن بلا عترة كما تقول حسبنا كتاب الله ولا العترة بلا قرآن كما يقول البعض ممن لا علم له وإنما الحق ما هو؟ القرآن والعترة ثم القرآن هو الأصل هو الثقل الأكبر والعترة هي الثقل الأصغر ولذا نحن أشرنا في الحلقات السابقة بضرورة أرض أحاديثهم على ماذا؟ على كتاب الله لأن حديثهم هو الأصغر وكلام الله ماذا؟ هو الأكبر قال حتى يتوجه الحس المذكور به كما أن الكتاب العزيز كذلك فكيف أن الكتاب العزيز يتمسك به وموجود؟ ولهذا كانوا كما سيأتي أمانا لأهل الأرض فإذا ذهبوا يعني العترة ذهب أهل الأرض هذه إشارة إلى النصوص التي قالت لو لا الحجة لساخت الأرض بأهلها وهؤلاء هم الذين من مات وليس في عنقه بيئة لهم مات ميتة ماذا؟ مات ميتة جاهلة مات ميتة ضلالة هذا النصوص هذا النصوص الأولى عزيزي ممن من الإمام السمهودي المتوفى 911 من الهجر هذا المورد الأول إذن المعطى الأول بعده بعده هذا المعطى الأول ولكن أريد أقول هذا ليس فقط الإمام السمهودي جملة كبيرة من أعلام المسلمين أشاروا إلىها المورد الثاني أعزائي ما أشار إليه الصواعق المحرقة على أهل الرفضي تأليف ابن حجر الهيتمي تحقيق فلان الجزء الثاني مؤسسة الرسالة أعزائي عنوان الكتاب خلي أقرأه كاملا أعزائي على أهل الرفضي والظلال والزندقة إذن هو ليس رافضي وليس ماذا وليس شيعي كتب الكتاب للرد على الرواقب يقول وفي أحاديث في صفحة 442 الجزء الثاني وفي أحاديث الحث على التمسك بأهل البيت ما إن تمسكتم بهما إشارة إلى عدم انقطاع متأهل منهم للتمسك به إلى يوم القيامة كما أن الكتاب العزيز كذلك نابد أن يوجد واحد من أهل البيت وإلا كيف نتمسك يأمر النبي أنه ما إن تمسكتم به ما لن تظل أبدا ولا يوجد من نتمسك به كيف يعني الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من باب الأمثال تضرب ولا تقاس خلق الإنسان وفيه حاجة إلى الماء ولا يخلق له ماذا الماء يُعقل أو لا يُعقل لا يُعقل رسول الله يقول نجاتكم من الضلالة إنما تكون بتمسككم بالكتاب والعطرة ولكن لا يوجد أحد من العطرة حتى يتمسك بس أنا يقين عدي بعض النفوس ما رد أقول الكذائية المريضة بعض النفوس المريضة ما رد أقول أكثر من هذا بعض النفوس يقولون جيد لماذا لا يظهر إذن الحجة حتى نتمسك ماذا يأتي إن شاء الله يأتي نعم بحثنا في الأطروح المهدوية أنه أساسا هل توجد هناك ضرورة أن يكون بيننا بشكل فيزيكي وجسماني أو لا ضرورة لذلك ما هو الضروري من وجوده بيننا هذا بحثه سيئة ولهذا كانوا أمانا لأهل الأرض كما سيئة هذا المورد الثالث المورد الثالث أعزائي ما ورد في كتاب فيض القدير شرح شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير العلامة المناوي دار الكتب العلمية أعزائي في صفحة عشرين من هذا الكتاب هناك هذه عبارته يقول وهذا الخبر يفهم وجود من يكون أهلا للتمسك به من أهل البيت والعطرة الطاهرة في كل زمن إلى قيام الساعة هذا المورد الثالث المورد الرابع أعزائي ما ورد في كلمات العلامة الزرقاني شرح العلامة الزرقاني المتوفى سنة ألف ومئة واثين وعشرين من الهجرة على المواهب اللدنية بالمنح المحمدية للعلامة القصطلاني ضبطه وصححه محمد عبد العزيز الخالدي الجزء الساد التاسع دار الكتب العلمية أعزائي في الجزء التاسع هذه عبارته التفتول جيدا العبارة يقول وعترتي أهل بيتي في صفحة مائتين وتسعة واربعين ومائتين وخمسين من الكتاب يقول وعترتي أهل بيتي تفصيل بعد إجمال بدل أو بيان يعني إن اعتمرتم بأوامر كتاب الله وانتهيتم بنواهيه واهتديتم بهدي عترتي مو فقط أحببتموهم تودونهم تحترمونهم لا أن تهتدوا ماذا كما هو القرآن أحسنتم واهتديتم بهدي عترتي واقتديتم بسيرتهم اهتديتم فلم تظلوا في الترمذي من حديث زيد بن أرقم ينقل إلى أن يأتي إلى عبارة صفحة مائتين وخمسين يقول وقوله لن يفترق التفتوا احفظوها أعزائي احفظوها أهل التحقيق أهل العلم وفي رواء لن يفترق أن يستمر متلازمين حتى يرد علي الحوض يوم القيامة إذن هذا التلازم هم أستاذ علاء فقط في الدنيا لا في البرزخ أيضا متلازمان وفي الحشر الأكبر أيضا متلازمان إلى آخر موقف من مواقف الحشر الأكبر وهو ماذا على الحوض عند ذلك بعد هذا يذهب إلى الجنة ففريق في الجنة وفريق في السعير قال أن يستمر متلازمين حتى يرد علي الحوض يوم القيامة زاد في رواية كهاتين وأشار بإصبعه لا كهاتين ولا يعارضه إلى آخرين هذه نتائج منطقية سمعت السيد جدا مو فقط منطقية وإنما تعد خطيرة جدا وعظيمة لأنه الآن واحدة من أهم القضايا التي يقول يشكلون بها على مدرسة أهل بيت أنتم على أي أساس تقولون أنه لا بد من وجود شخص يكون قرين القرآن إدل القرآن لا يفارق القرآن ولا يفارقه القرآن أعزائي نحن إنما عملنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله بيني وبين الله تطلبون منا نصا قطعيا دال على وجود واحد من العطرة لي يفارق القرآن ولي يفارقه القرآن وآخر عبارة أعزائي إذا تسمح للمشاهد الكريم أنقلها وهي ما ورد أعزائي في أيضا الجامع الكبير سنن الترمذي بتحقيق شعيب الأرنقوت المجلد السادس أعزائي في الصفحة 337 لتفتولي إلى العبارة جيد ينقل عبارة عن السندي من ينقل العلامة شعيب الأرنقوت في تعليقته على سنن الترمذي ينقل عبارة يقول قال السندي تفسير عطرتي ما معنى وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض قال جعلهم قائما يعني رسول الله جعل العطرة أهل البي جعلهم قائمين مقامه فما كما كان في حياته حياة رسول الله القرآن والنبي كذلك بعده القرآن وأهل والعطرة يعني نفس الموقع ونفس الدور ونفس المسؤولية التي ألقيت على عاتق النبي في حياته انتقلت هذه المسؤولية وصارت في عهدتي وعاتقي أئمة أهل البيت بعد رسول الله صلى الله عليه بنص الحديث السؤال ما هي المسؤوليات التي كانت عند على الرسول الله هذا سنأتي عليه هذه المحطيات سنأتي عليه وهي وهي أنه كان مبينا للقرآن لتبين للناس ما نزل إليهم لا يحق لأحد إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمره كان إماما للمسلمين كان وليا على المسلمين كان أولى بالمؤمنين وعشرات أعزائي من الموارد مرجعية الدينية مرجعية السياسية القدسية كل ما ثبت رسول الله بحديث الثقلاء يريد أن يقول أيها الناس إلا أنه لا نبي بعده ولكن استثنوا النبوة وكل ما ثبت لي فهو ثابت لمن لخلفائي من بعده الخلفاء من بعده إثناء عشر